أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر كل سنة وحضراتكم طيبين نحن الوقت في العشر الأوائل من زي الحجة وهذه الأيام من أفضل الأيام عند الله في الطاعات والتقارب الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام وقال والفجر وليال عشر والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني نحن في أيام محتاجين أننا نستغلها أفضل استغلال ونكثر فيها من الطاعات والعبادات والذكر وكمان الأعمال الصالحة كل سنة طيبة جمعا وانت طيب يا شازلي طبعا كل المشاهدين بألف خير الحقيقة يعني دايما كان فيه كده حديث بسمعه إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تدركه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا نحن دلوقتي زي ما كانت شازلي بيكلم مع حضراتكم في الأيام العشر الأوائل من دي الحجة أيام كلها خير وبركة كلها فضل من المولى عز وجل عشان كده أي عمل صالح تقدر أن أنت تعمله في الأيام دي وتتقرب بيه إلى الله ما تتأخرش أعمله على طول سلة رحم الإحسان للجيران صدقة مجرد التبسم في وش اللي حواليك صدقة تقول كلمة طيبة ساعة حد محتاج مساعدة حاجات بسيطة جدا ده طبعا بجانب الصلوات وبجانب قراءة القرآن كل دي عبادات لازم نقوم بيها لكن في حاجات بسيطة جدا 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 كمان بتقربنا لربنا كل دي أعمال صالحة ربنا بيضاعف ثوابها في هذه الأيام بالفعل يا جمانة كل هذه الأعمال ثوابها مضاعف ربنا بيضاعف فيها ثواب العمل الصالح ليه 700 ضعف وأعتقد أنه ده وقت مناسب جدا للتكافل بين الناس وتقديم الصدقات ومساعدة الأسر المحتاجة وإدخال كمان السرور على قلوبهم كل هذه الأعمال ثوابها عظيم جدا عند المولى سبحانه وتعالى يعني ربنا يتقبل من الجميع صالح الأعمال ويجعل أيامنا كده يا رب كلها خير وبركة وإحنا النهاردة كمان هيكون عندنا فقرة مهمة نتكلم فيها عن فضائل العشر الأوائل المية من ذو الحجة وأحب الأعمال اللي ممكن نتقرب بها من المولى عز وجل ونتصبح على حضراتكم مرة تانية كل سنة وحضراتكم بخير صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر